يا ترى مون بيّن إيه ما قد نحطونا مدير عام جديد؟ يا سيدي لحد هلأ ما فيشي الشغلة طوّلت وطرعت إيدا يعني شركة مهمّة مثل هي وثلاثة شهر بلا مدير عام، وين صارت هي؟ يا سيدي أنا سمعت أنه عرضو هالمنصب على الانس والجن وما حضر رضي يستلموا طبعاً، أنا مجنون رح يرضاه شركة مديونة وخسرانة وقعة تحت العجز فيها مئة مشكلة وعلّة، بقى مين فاضي يوجع راسه فيها؟ طيب ليش ما بتسعت السلمة أنت يا أستاذ شوكات؟ أنت نائب المدير وأولى الناس بيها المنصب؟ لا عمّي، دخيلة، أنا مرتاح بمحلي فعلاً معك ها لأنه شغلتك أثبت وما فيها مسؤولية يعني عم تعمل عين العقل شوين وابنوا؟ ليش ما بيّي الله إلا؟ ما بقى الله يجي ها، بذكور الأطلط السلام عليكم عليكم السلام جايب لكم معي خبرية بتطير العقل هاتلي نشوف، سمعنا؟ قدريتوا مين عينوا مدير عام جديد للشركة؟ مين؟ الدكتور جواد ناتف الريش شو ألحكي؟ فعلاً الخبرية محرزة إيلا كان مو محرزة؟ وبيدي بشارة محرزة على الخبرية؟ بتستاهل أحلى بشارة، بس المهم يكون خبرك أكيد أكيد مية بالمية تعرفوا يا جماعة أنه هالشركة إذا بيستلمت دكتور ناتف الريش رح تصير فوق وبالعلالي يا أخي فعلاً، لأنه ما في شركة من شركات القطة على عام السلمة إلا وتحولت من شركة خسرانة لشركة رابحة تقول معه وصفة سحرية مو إيك؟ فعلاً، لك ليكو عمّ العميل بالشركة العمّة لك ألاك الخيطة؟ ليش قليل شو ساوا بشركة العلكة والمصاص المتحدة؟ على هوا ما سمعت، نفضة نفض وقلبة قلب هذا الزلم هو أين ما لحشته بجوايف ع رجليه؟ مومي الشيقاليل سموه البلدوزر؟ أبدا مومي الشيقاليل إيه بس بلدوزر؟ لك إصاروا يسموه منقذ الشركات الخسرانة ومخلص المصانع المفلسة يعني منحص شركتنا يا شباب إذا بتاع هالشركة بإدارة واحد مثل هاد بفعلاً، هذا هو الواقع يعني اختيار هالشخص هاد وبهالمرحلة هاي قرار حكيم وزكي مية بالمية هاي اللي بيسموه نصير العمّال، هيك عم يقولوا وما بيرد حدا، يعني إذا قلقها بتاخدره لو كان عند مين مكان يكون؟ لك يا هيك المدراء يا عمّا بلا بس وينكوا؟ بتكون ديروا بالكون هاي؟ جواد بيك ضد عقلو إنه شوف عامل العمّال عم يتلكى أو عم بيعطويت وليش العطوطة بقه؟ يعني إذا وزع شوية مكافآت أو شوية حوافز مين ساعتها من العمّال رح يفكر بالعطوطة؟ بالعكس، ساعتها العمّال رح يشتغلوا من قلبه رب ورح يعرفوا تمام إنه تعبهن في قلو مقابل، وهدر الوقت مو من مصلحتهم فعلا معك حق يلا شباب، خلينا رو عالشغل، تأخرنا بالاستراحة لك إلا حين عالشغل، خلينا نكمل بريد شاي أقولتك، بجيز بكرة أنا نحرميك قاعدة، بقى خلينا نودع الأيام الحلوة هي، صب شاي لألك صب شنا بسهلا، دكتور جوان، نورته الشركة شكرا الأستاذ شوكات، نائب المدير العام أهلا وسهلا اتعرفنا الدكتور أهلا أستاذ شوكات أهلان أستاذ شوكات المحندس مستدي، بأتله، م Rose المهندس المال مدير الائتaj لا، أهلان أنا مهندس مستدي الشركة أهلا الأستاذ أبو نور، المدير التجاري أهلا وسهلا، اتنورنا بجهودك انترح الأمين، بلاح إهلا وسهلا هذا مكتبي؟ نعم دكتور وإذا ما أخب تقديري أنت السكرتيري الخاصة نعم دكتور صر لك زمان بالشركة؟ كنت موظفة بالأرشيف ولما استلب المدير السابق جابني معه لهم مزوئ المدير العام السابق يعني هاي أحسن شغلة يعملها طول فترة خدمته شكرا دكتور هذا من لطفك بس يعني ممكن أسألك سؤال ايه؟ تفضلي تفضلي دكتور أنا يا ترى رح ضل بمكاني ولا رح أرجع للأرشيف؟ لا ولا يهمك كل شي رح يضل متل ما هو أنا مو منعاتي أخذ موظفيني وين ما رحت وين ما أجيت منعاتي أشتغل على الوضع الراهن والواقع الموجود ومو شرط أبدا أنسوا في جهود غيري الله خلينا ياك يا دكتور خليهوني تفضلوا حاضر تفضلوا طبيلنا ولو سمعت الحقيقة دكتور جواد نحن استقبلنا خبر تعيينكم بالشركة بابتهاج عظيم وسعادة لا توصف فعلا متل ما تفضلنا استاذ شوكت نحن فرحنا جدا لما سمعنا النبأ فرحتنا كانت عظيمة دكتور جواد يعني شو ما حكينا عنكم بيكون قليل لأنه سمعتكم طيبة ما شاء الله سبتكم لهون باعتباركم علم من أعلام الإدارة بهالبلد شكرا و الله يقدرنا حتى نحافظ على هالسمعة لأنه هي الرسمان الحقيقي أهلا وسهلا فيكم مبروك يا شباب مبروك اليوم استنى من دكتور جواد لك صعاي سمعت لكون أنه حيصرف مكافآت ثلاثة يام لكل سنة بمناسبة استلامه يترى هالكلام صحيح في ناس قالوا رح يصرف خمسة يام هيك وصل الخبر من مكتبه أخي ايمونا من هالكلام ما تكن تطلعت باركوله ملا اسمعت ما بيحب المباركات الزلمة جاي على الشغل دغري واعتذر للكل سيدي الله يقدم اللي في الخير وبصراحة يا أخوان أنا آخي الضوء أخضر من الجهات العليا ومعي صلاحيات استثنائية واسعة لإني بعول الله قدرت أكسب ثقة القيادة من خلال المهمات يلي استلمتها ونجحت فيها يعني باختصار قراري من راسي وتنفيذي بإيدي أما موضوع الصرف فمعي ميزانية مفتوحة وكارت بلانش ولكل مجتهدين فيكم نصيد على العموم المرحلة القادمة يا شباب راح تكون مرحلة عمل بدون عوائق وبدون منخصات وكل المطلوب منكم هلأ منكم تفكروا بطرق جديدة لتحسين الإنتاج والمنافسة في السوق طبعاً ومثل ما لكم شايفين إنتاج الشركة الحالي عبارة عن شراب عصير مربيات وللأسف هالإنتاج هات غير قادر على المنافسة أبداً لأنه السوق بده اكتساح بده قوة بده غزو بده تحطيم للمنافسين من شان هيك لازم تفكروني بهالاتجاه ومعكم من هلأ مهلة ثلاثة أيام لتأدمولي بعدها كل اقتراحاتكم وملاحظاتكم حول تطوير الإنتاج الكمي والنوعي ومن هون للاجتماع القادم رح أوقف الإنتاج بالمصنع يعني معقولي نوقف الإنتاج دكتور؟ ليش لا؟ توقيف الإنتاج أحسن من الإنتاج الخاسر إذا سمحت أستاذ شوكات خلي العمال يطفوا الآلات ويوقفوا خط الإنتاج لحتى أصدر تعليمات جديدة وخليهم كمان يصغلوا هالوقت بإجراء صيانة لكل الآلات حاضر دكتور حاضر ترجمة نانسي قنقر 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 حط له رقمت سلسل دكتور لا ما في داعي ولا قال لك وينك زلت يوم بسلة المهملات أفضل ما لون لزوم عندي عفوا دكتور ولو فيها تطفل ممكن أعرف شو هالأضابير هاي الدراسات يلي أدموا ليها أعضاء مجلس الإدارة الكرام للتطوير الإنتاج وما عجبتك ولا دراسة منهم منهم ولا وحدة كلها ياتا أفكار قديمة وبالية ومعدة كمان امتا اجتماع مجلس الإدارة القادم بكرة الساعة عشرة عظيم جدا بكرة راح تسمعي بمشروعي جديد يا ترى مطولة قعدتنا هيك لا شغلة ولا مشغلة لك يا أخي انتو شو بهمنا شو بهمك ما دام انت عم تقبض معاشاك آخر الشهر شلان شو بهمني انسيت انه هذا ما عملنا ما عملنا اللي صر لنا عشرين سنة عمناه كل من خيره ايه هل استفشرنا بالدكتور ناتف الريش همطلع أضرب من اللي قبلوه لك يا شباب يا شباب طولوا بالكون بسا الزلمة ما شفنا خيره مشهره اتركوه شو منفسه يا أخير حننطور لنشوف شو رح يطلع معوه الحقيقة يا شباب على وجه التقريب للتطوير بتعتمد على أفكار جديدة عصرية غير مطروقة أولا قررت اني إلغي خط الانتاج كله وأحيله للتقاعد بس هذا الخط جديد ما صر له زنتين ومكلف مبالي كبيرة بين عقود واستيراد وشاحن وتكاليف تركيب وصيانة معلش معلش أنا بعرف أنه الخط مكلف بس شو بدي ساوي هذا مو زنبي ولا غرض طياخي يعني إذا السملاء القدامى يلي استوردوا الخط ما حسبوا حساب الجدوى الاقتصادية أنا شو دخلني يعني شلوم بدي شغل الخط بلا جدوى عفوا دكتور نحن ليش ما منحاول نصلح الوضع تصليح يعني خلينا نحاول التطوير من خلال الخط مو أحسان ما تلغي لا يا أخي لا صعب شوي لأنه مشروعي بده خط جديد غيرها تماما وبمواصفات مختلفة ومغيرة مشروع في جدوى ودورة صحيحة لرأس المال وغزو فعال لعقل المستهلك عفوا دكتور ممكن ناخد فكرة عن المشروع ايه طبعا يا شباب المشروع باختصار هو إنتاج عبوات جديدة معبئة بعصير البطيخ بطيخ؟ عصير بطيخ؟ بطيخ؟ ليش عصير البطيخ بينجرين؟ لك أنا بيتتاكى هو معكن حق تتفاجأوا معكن حق أنا شخصياً تفاجأت من نفسي لما خطرت لي هالفكرة بس بعدين اقتنعت فيها اقتنعت تماماً وفي أسباب وجهة لالشيء متل شو دكتور؟ هاها أول شيء البطيخ النرخيص أرخص من الفجل يعني المادة الأولية متوفرة هو بأسعار مشجعة أنتوا تخيلوا تخيلوا أنه عبوة سعتها لتر من عصير البطيخ ما بتكلف أكتر من ليرتين وممكن بكل بساطة تنباع بعشر أطعاف السعر عفواً بس الناس مو متعودي على شيء اسمه عصير بطيخ ما في شيء اسمه مو متعود الكل لازم يتعود وهون لعبتنا الأساسية الإعلام والإعلان يعني دعاية ضخمة مكسفة إعلانات مطنطنة ندوات توعية صحيحة حول فوائد هالمشروب إلى آخره يا شباب افهموني الزمن يلي كنا فيه ننتج حصل زوق المستهلك عدة وراح هلأ نحن يلي لازم نتحكم بزوق المستهلك ونوجهه كيف ما بدنا هذا اسمه غسو عقل المستهلك هي أولا ثانيا في عنا سوق الخارجية ليش هالعصير ممكن يتصدع إيه لك ها طبعا بده يتصدر وأنا متأكد أنه بعد فترة رح يقترن اسم هالبلد باسم هالمنتجات مثلا أمريكا بلد البيبسي كولا الهامبورجر الهات دوك ونحن رح نصير بلد البطيخ بالعالم ليش لا؟ طالما رح نسبو العالم كله بإنتاج هيك سلعة لك يا شباب نحن عم نعمل شي للبلد وسمعة البلد واسم البلد ومكانة البلد إلا كان عصير البطيخ بطيخ هنا هيك أنا سميته طبعا يمكن معرفته أنه أنا سميته هيك أنا سميته بطيخ هنا رح هيعمل سمعة حلوة كتير للبلاد العربية قاطبتا على كل حال خلي الأسات زي وقعولي أنا أحضر في الاجتماع ها تلا شوف شوف فكرة الإعلان؟ بالبداية في عنا مجموعة لقطات سيسمينس على شارية دولاب عبيبهم بسرعة رجلين عم تلحق وقطع سريع رجلين دولاب رجلين دولاب لقطة سوربرايز عامة من فوق الكرين العربية عبتكر وصحابة عبتكر وراها قطع سريع العربية عبتكر وصحابة عبتكر وراها البطيخات عم بيزولتوا بسفل التلية لقطة واطية من الدحن عم يتدحجوا بيدخل جهاز الكمبيوتر تكنولوجيا البطيخات عبينعصروا وشلال عم يخضموا فوق خدد تيل دون سريع مع زوم سريع على ثلاث بطيخات عفوا على ثلاث بنات تنتين شقر ووحدة سمرت بيلتفتوا ناحي الكاميرا وبيقولوا بطيخونا شربوا بالهناء بطيخونا شربوا بالهناء حلوة كتير ما حلوة كتير على كل حال ترك لي سيناريو هون معليش يعطيك العافية أنا بساوي اوكي استاذ اوكي بالإذن اهلين الله مع سلامي سيو مالي سيهالة مال دكتور مي في عندي برا في عنا الفنان التشكيلي بإستاذ أستاذ اي ما عليش يخليف صح سلامات دكتور اهلين استاذ أكسام ميت مرحبا روزالة مالي سيهالة الله عطيك العافية شو صار بالملسقات اللي وسيتك عليهم؟ جاهز وضفت علي كل التعديلات اللي طلبتها عظيم شو رأيك دكتور؟ ممتاز هذا هو الطلب عظيم جدا آني سيهالة ابعتيها تصميم هات لمؤسسات الإعلان وخليوني يعملوا منه ميت ألف نسخة متر بمتر وفهميهم أنه لازم البلد تنطرش فيه ترش يعني بدي شوفوا كيف ما فتلت وكيف ما طلعت بمواقف الباصات على واجهات المحلات على الحيطان بالأهاوي بالسينمات يعني لازم يصير عصير بطيخ هنا حديث الناس كلهم من كبيرهم لصغيرهم مفهوم؟ كيف تفعله؟ بطيخ بطيخ هنا طعمه أطياب حلوة البطيخ بطيخ هنا طعمه أحلى وهذا أكبر دليل على الإقبال الشديد على عصير بطيخنا جربوه مرة لن تنسوه بالمرة لحظة مدام وقفي عندي خير شوفي انتي جربت عصير بطيخنا لا لسه طيب ممكن تجربي طيب مانا شلون لأيتي مدام طيب كتير عندك منه كمان متوفر بكافة المحلات شكرا وقالت أيضا عزيزي المشاهد لن تتمكن من مقاومة طعم بطيخنا لسنا الوحيدين في عالم البطيخ وإنما بطيخنا نافذتنا إلى العالم شلون لأيت لي تنفيذ الإعلان دكتور؟ صرعة صرعة حقيقية يعطيك العافية سنت دكتور اسمح لي هنيك من قلبي على هالسيناريو الرائع الحقيقة انت سبقتنا سبقتنا كتير بمراحل بعيدة في عالم الداعية والإعلان عزائي المشاهدين والآن نلتقي مع الدكتور عصام الاسم الكبير والمعروف من قبلكن دكتور عصام ممكن تحدثنا عن فوائد عصير البطيخ؟ أهلا وسهلا فيكن وبالتلفزيون الحقيقة اكتشف الطب الأوني الأخيرة فوائد كتير العصير البطيخ منها انه مدر للبول ومهدق للأعصاب ومضاد للساعة العادية والشهاءة ومليحة كتير لمرضى البواسير بينزعجوا وبيهدقهم كما انه بيساعد على تخفيف الوزن بيسمنوا وبينحفهم وتنزيل الطاط بالدي اتش ال ورفع سكاي باك بالدم طبعا هذا كله وأنا شخصيا بنصح الأطفال والبيبيز بيشربوا وكذلك الحوامل لأنه بيعود بفوائد كتيري على الوطن على الجنين سيدات سادة البطيخ تاريخيا تم اكتشافه من ايام السومريين في بلاد ما بين النهرين وعلقت حربهم ضروص يومها سموها حرب البطيخ صاروا يتقاذفون البطيخ بالمنجنيقات أما الشعوب الهلنستية فاستخدمت البطيخ بتقوص الحرب والغزو واحتفالات الخصب ومؤخرا تم اكتشاف تمثال صغير مثل بطيخة صغيرة كانت تستخدم كتعويذة خاصة للحرب مما يدل على أهمية البطيخ في حياة تلك الشعوب أما عصير البطيخ أستاذ البطيخ عفوا أستاذ البطيخ معبيل المعمل وحواليه ومانا عرفانين شو نعمل فيه عادي كلمة المستودعات الاحتياطية المستودعات الاحتياطية انتاجنا مكدس فيها تقديس على فكرة دكتور يعني بحب إلك انه انتاجنا انخفض كتير يعني انخفض للربع ويمكن أكتر والبطيخ بلاش ينتزع ومانا عرفانين شو ما نعمل فيه حطوا البطيخ بالبرادات تبريده بيكلف أكثر من حقه دكتور أصبحوا يعملوا مستودعات جديدة شلونه كيف دكتور؟ شو شلونه كيف؟ انصبوا شوادر وعملوها مستودعات بطيخ شو بياعين البطيخ؟ أشتر منه أنت الثاني حاضر، حاضر استاذ أما أمرك عجيب قالوا مهندس بكري مهندس بكري؟ شو أخبار الانتاج؟ شو؟ وقفت الانتاج؟ شلونه كيف تتصرف؟ مت مرأتلك لا تتصرف من عندك؟ ما في محلات للتخزين؟ طيب طيب، أنا جاي فوراً شو يا؟ شو صار من المكافآت والحوافز اللي صارعونا فيها؟ قال شو؟ بكرة متى ما استلمت دكتور ناتف الريش رح يصرفو لنا مكافآت على أبو موزي يا سيدي المكافآت موجودة وين دخيلك؟ وين؟ رح يوزوا على كل عامل، سندوا ايه من عصير البطيخ عصير البطيخ؟ هذا اللي كان ناقصنا؟ هاي حلوة، رح نفوق إنتاجنا علينا هاي حاهاها، هاي حاهاهاها و قديش ملغة الخسائر؟ ستين مليون ليرة حق الماكينات وخط الإنتاج عشر ملايين ليرة حق بطيخ تالف مليونين ليرة حق شواتر سبع ملايين ليرة تكليف دعاية واعلان مليونين ليرة هدر ونفقات أخرى اتنعشر مليون ليرة حق الإنتاج اللي إعتلفناه بعد ما انتهد مدته يعني قديش مش مل الخسائر مية وتسعة وتسعين مليون ليرة هذا طبعا غير تعطيل المصنع طيلة الفترة بسيطة يا أخوان بسيطة نحن ما لازم نترك هالشيء أثر على معنوياتنا وحماسنا للعمال خلينا نعتبر هالخطوة مجرد نكسب عمر الشركة نكسب صغيرة يا أخي والمفروض أنه نحن نتجاوزها بسرعة خلينا هلأ ندور سواء على خطة جديدة للإنتاج واكتساح السوق من جديد طيب دكتور برأيك شو أسباب هالنكسة يلي مرئت على شركتنا ما بعرف يمكن يمكن الشعب ما حب عصير البطيخ بس هذا هو السبب واجتهاداتنا طلعت آوت صباح خير سيدي صباح خيرات سيدي جاك الضيوب تحب تستقبلهم بالصالم ولا خليهم فوتوا لعندك لهم مين هالضيوف بقى؟ خير مين جاييني من على بكرة الله؟ استاج شوكات وبكري بيكوب بن نور أهه خير يا طير ما لهم بالعادة يجوني ساعة تسعة على بكرة وبدون موعيد عرك الحال خليون تفضلوه حاضر سيدي صباح خير سيدي صباح خير سيدي صباح خيرات أهلا وسهلا شرفوا افطروا معي صحوا هنا سبعنا لك يا أهلا وسهلا خير؟ غليتوا لي قلبي شو سبب هالزيارة المفاجئة يا ترى؟ الحقيقة الأخبار غير صارة على الأطلاق شو هاد بك خير شو في؟ بالحقيقة يا سيدي جانا كتاب رسمي من جهات عليا عم يسألوا عن سبب خسارة الشركة مية وتسعة وتسعين مليون ليرا مو بس هيك سيدنا شو في كمان؟ وجانا كتاب تاني لهجة وقاسة كتير عم بيطلب مننا مسؤول كافة أعضاء مجلس إدارة أمام محكمة القاضي تساع عشرين بعد بكرة اوف القاضي تساع عشرين فاردفشي؟ والكتاب عم ينقيت منه السمتة غييت سيدي طبط العمى مو خبرية منوب؟ شو الكتابات؟ العمى هالكتاب بيجيب آخرتنا حسب اللاجة المكتوب فيها ويمكن عم يحترمونا سيدي لأنه ما أخدونا موجودة نتاحة الحراسة وبمعية رجال الأمن بقى يا جواد بيك قلنا عندكم رجاء رجاء أخوي شو هو؟ نحن متل ما بتعرفوا كنا نمضي لكم على بيض مزبوط سيدنا وشو كنتوا تقولوا كنا نوافقكم على طول مو لأنه أغبية أو غشمة لسرح الله لا بس لأنه ثقتنا فيك كبيرة وإيماننا بحكمتك راسخ كمان من منطلق أنه خبرتكم جواد بيك أكبر من خبرتنا ما في مقارنة بتاعتا المهم هلأ شو هو هالرجاء؟ يعني مترجاك سيدنا اتبري ساحتنا عند القاضي 29 حتى لا نعتبر شركاء بهالتخبيص أصدي أصدي بالخسارة الشنيعة اللي كان سباب المباشر هو عصير بطيخنا فكرتكم الخاصة وبدكم مني أحمل المسؤولية لحالي أنت أدى أدى بأدود سيدي ما بين خاف عليكم والله ما بين خاف عليكم سيدي والله والله غير تطلعوا من هالقصة مثل الشعر من العجين سيدي انتون لا تكذبوا احكوا الواقع قولوا للقاضي 29 أنه هالجماعة مغرر فيهم وما لهم رأي طراطير تشتيش شرابة خرج ما بتفرق المهم نطلع خارج الصورة بيكون أفضل ايه دخلكم سيدنا عنا أولاد بلا ما نروح فيها مؤبد يستر على عرضك ايه وأنا يا سيدي انتو صيدكن واسمكن لامع وماضيكن بيشهدلكن أما مين نحن بالحارة منخل بلطارة صحيح ويا ما حضرتكن ناشليم مؤسسات على حفة الإفلاس ويا ما مخططين ويا ما مارئ على رأسكن بس انتو جناحاتي سيدي بتطيروا بلا جناحات والله بتطيروا يعني إذا بدكم بتطيروا سيدي تليفون صغيلة صاحبكم بالقيادة بيمشي الحال حرام نفوت لعند القاضي 29 بدون ما ندعم مسألة والله منروح فيها طح بشهو ما حدا بيسأل علينا بمين عبدالتصو سيدي بسامي بيك مسؤول قيادي أنا مرحبا القيادي مين عم يحكي بالله أنا الدكتور جواد ناتف الريش بدي أحكي مع معلمنا عفوا أنا فتكرت حالي غلطان أيوة أيوة لا فتكرت حالي غلطان لأنه ما طرع لي شخصيا من فضلك قل له الدكتور ناتف الريش بدي يحكي معك قالوا مرحبا معلمنا نعم سكرتيرو شو قال لك أيوة نعم ماشي الحال ماشي الحال خير سيدي اعتذر عن مكالمتي من شغول يعني؟ لا قال له لسكرتيرو يقل لي حتى أنسى هالرقم من ذاكرتي كليا قضية عصير بطيخنا المتهم الدكتور جواد ناتف الريش التهمة الموجهة هي تبديد أموال الدولة وخيانة الثقة والإساءة في استعمال الصلاحية وإطلاق اليد والاستهتار بأموال المساهمين وعددهم 127 شخصا وتخريب الاقتصاد الوطني عن طريق زج الشركة بمشروع فاشل وجلب الدمار المالي والمساهمة في تدمير الإنتاج الزراعي المدعي العام سيدي القاضي باشر بإطلاق القزائف وشن الهجوم شكرا سيد سيدي القاضي تساع عشرين حضراتي لمستشارين كلنا يشهد للدكتور المتهم جواد ناتف الريش بالكفاءة والقدرة فقد أسس شركات ناجحة وساهم في ارتقائها وبلوغها مراحل التمييز وتأسيسا على هذا النجاح فقد سلمته قيادتنا الرشيدة منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لواحدة من أهم شركاتنا الغذائية والتي هي الواجهة الاقتصادية الحقيقية في هذا البلد وأعطته صلاحيات واسعة وكوادر خيالية من حيث العنصر البشري والدعم المالي وانتظرت نتائج هذا الدعم وفيما رأى هذه المزاندة فماذا كانت النتيجة؟ المتهم الدكتور جواد ناتف الريش ذهب بعيداً في تطلعاته وانساق حثيثاً لطموحاته فأخذ يخترع وشرع يتفنن ويبتدع فكان أن طلع علينا بمشروع بطيخنا الذي لم تستسغه أذواقنا ولا أحبه أطفالنا وكرهت رائحته في المنزل زوجاتنا وبناتنا ولم يكتفي المتهم الدكتور ناتف الريش بتصنيع هذا المشروب الغريب وتنشيط هذا المشروع العجيب بل إنه جند لهذه الأكذوبة الكبرى بطيخنا كافة وسائل الإعلام واقتحم مواقعها أي مقتحام من إذاعة وتلفاز وسينما ومرصقات على الجدران وبوسترات على الحيطان واستأجر لذلك استأجر اللوحات الضوئية المنتشرة في الشوارع ولو كان مسموحاً له لوضع بطيخنا على قباب الكنائس والجوامع وطبع الرزنامات وصنع علب الكبريت وعلب المنادير والمحارم الورقية وطبع القمصان والتنورة والفستان والجنزات والتيشيرتات طبع كل ذلك بكلمة بطيخنا فإذن نحن نصح صباحاً مع الإذاعة على نشيد بطيخنا ونمسي في التلفاز على دعاية بطيخنا ونلبس ثيابنا ممهورة ببطيخنا ونكحل عيوننا في الشوارع بآرمات ولوحات بطيخنا ونشرب مكرهين إذا عطشنا بطيخنا فتباً لعصير بطيخنا وسحقاً لمن أساء لبطيخنا فعصره وفي الزجاجات زجه وحشره أبشكشن نوت ساستند يا رأس العدالة في القرن العشرين القاضي تساع عشرين أنا كمدعي عام اشتهر بالتزمت والصلابة والتعنت والقسوة كرئيس نيابة قد تستغربون أنا لا أوجه التهمة للمتهف ناتف الريش فقط لأنه بدد الأموال وأساء التصرف والأمانة بل إنني أوجه له تهمة هي في اعتقادي أشد خطراً وأكثر ضرراً ألا وهي محاولة التحكم بالأذواق وخداع الناس والتلاعب بفطرتهم النقية التي فطرت على تقبل الصدق وجبلت على أن تركنا إلى النوايا الحسنة والحميدة ففطرة الإنسان الطبيعية لا تسمح له أن يشك دائماً بما يقال لا تسمح له فلا يحمل الإنسان العربي بين جوانحه محكمةً حتى يسبق شكه يقينة أو تكذيبه تصديقه الشعب بأفراده يسلم بما يقال له مفترضاً قول الصدق بالمخاطب خاصةً إذا كان هذا المخاطب ممثل دولة أو سفير حكومة أو إنه يشغل منصباً رسمياً رفيعاً ثم هل تكذب الحكومات؟ ها؟ الحكومات هل تنافق المناصب الرفيعة؟ الرفيعة وهل يلفق ممثل الدولة؟ الدولة حاشاً وكلاً Objection Not system إذن مهمة المتهم هي استغلال الإعلان والدعاية وأساليب الترويج استغلالاً بشعاً وخاطئاً ومغرضاً فلكثرة ما عرضت إعلانات بطيخنا على شاشاتنا من خلال ممثلات معروفات وفتيات حلوات وأزجال شعبية وكلمات مقفات وجمل مغنات بشتى الأصوات ومختلف الغلاظات والسماجات حسب الناس أن هذا المنتج بطيخنا غنيمة الغنائم فأقبلوا على شرائه حيناً ومن ثم وبفعل التجربة عافوه نكهةً وطعماً بعد أن أصيب أطفالهم بالإسهال وتعفن الأمعاء والأمراض الداخلية العنى لأن عصير بطيخنا في الواقع اشطافي غزالي مشروب سايت نايت ماصل لا نكهة ولا رائحة ولا فائدة ومتى كان عصير البطيخ يشرب ويعبأ ويخزن سيد القاضي تساع عشرين حضرات المستشاطين غضباً حضرات المستشارين عجباً هل جهاز التلفزيون وأجهزة الإعلام العربية ملك للتجار يتكلمون من خلالها ما يريدون ويطفون على سلعهم نعوتاً وألقاباً وصفات لا تتمتع بها هذه السلع من الرقيب على هذا الواصف والموصوف؟ من؟ شو الشغلين؟ درشة 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 ينتقي المنتجون كلاماً ويطلقونه على منتجاتهم وأجهزة إعلامنا تعرض هذرهم على أساس ما دخلنا العهدة على الراوي بطيخنا وصفوه على لسان طبيب أفاق أفاق وعميل لهم بأن له فوائد طبية جمّة في حين أنه مضر بالصحة كما أسلفنا ذكره وهنا لا بد لي من أن أنزه الطب الشريف والأطباء الشرفاء إذن أستطرد فأقول لا يمكن أن نخدع الرأي العام والغالبية المترصة خداعاً أبدياً الجمهور العريض لا يخدع خداعاً أبدياً وأسك على ذلك أنثلة هذا ضحريض سافر نقص استمت السياسة في أوطاننا العربية قد تكون خادعة ومراوغة وكاذبة قد نقص استمت لا والفن في مسلسلاتنا قد يكون كاذباً مضللاً قد والشعر والأدب والطرب قد تكون كل هذه المفاهيم الأدبية والجمالية خادعة منافقة وكلها زوراً وبهتاناً وتلفيق قد فهل وصل الغش والخداع لبطوننا بعد أن اقتحم عقولنا ونخر مفاهيمنا قد قد سيد القاضي 29 أدام الله علينا ولايتك للقرن الحادي والعشرين اسمحوا لي أن أستطرد مجدداً ولا تنقروا بمطرقتكم أرجوكم Objection Not system سيد القاضي 29 بعض مؤسسات الإعلان في جميع دول العالم متهمة ومدانة وفي إعلاناتها الشيء الكثير من الغش والتجليس مثلاً أسوق مثالنا إعلان لسكارة تمجها فتاة تمصها وتتغزل بالنكهة الفريدة ويكتبون لك من باب رفع العتب بخط صغير أسفل الشاشة التدخين يؤدي لسرطان ولأمراض مميتة فأي تهريج هذا؟ وأي إعلان سقيم؟ والتلفزيون يشاهده الأطفال قبل الكبار كما تعلمون الإعلان في المفهوم العام هو إخبار للمستهلك الغافل عن وجود سلعة نزلت إلى السوق وهو لا يدري عنها ويجب أن يحمل الإعلان صفات السلعة الحقيقية تحت طائلة الرقابة ورقابة الضمير أولاً وإلا كان الإعلان آنذاك كذباً سافراً وعبثاً بالعقول كسياسي وهو يرشح نفسه للانتخابات يجند الدعاية والإعلان طعماً وفخاً ويعد بالإيجابيات نفاقاً حتى إذا نجح وفاز نسي موعد وكفنان تصنعه الدعاية والإعلان ويخترعون جوائز وهمية وميداليات وألقاب ومهرجانات يخترعونها لأسباب سياسية فيصدق نفسه ويصدق الناس أسطورته المصنعة وهل فايكل ماكسون فايكل ماكسون هذا الفنان القرد صنع نجوميته بمفرده وهو في بداية الشهرة لا يتجاوز عمره تسطعشر سنة أم أن هناك شركات وراءه ومضاربات ومنافسات ومصالح صنعت مجده وغناه لتستفيد من وراءه إنه الإعلان ساحر العصر والدعاية المكثفة والعلاقات التجارية البحثة ورغم كل ذلك الرأي العام لا يضلل أبدا قد يصبر طويلا ولكنه يحاسب عسيرا وليكن بمعلومنا أن الجمهور والجماهير تخفض كما رفعت وتسقط كما أنجحت سيد القاضي تساع عشرين أدام الله علينا ولايتك للقرن الثاني والعشرين إني أتهم الإعلان اتهاما وأرشق عليه من شعبتي سهاما لأنه أحيانا مبتذل بغيض إذ يعرضون عليك ورقا نسائيا بحجتي هل هناك فتاة عربية لا تحيد وماكينات على الكهرباء لحلق سيقان النسوان وملاقط لندفي الحواجب والشعر الزايد في مواقع غير مرغوب بالشعر فيها إن هذا شوهد؟ شوهد؟ إن هذا لكثير يا سيدي كثير جدا يا تسع وعشرين لقد ذهب الخجل وعم الدجل وأصبح المسيء محترما ولربما أصبح البريء مجرما والدعاية تسوق أفراد الشعب أمامها وكأنها تسوق ماعزا أو غنما سيدي أولاك إعلان إعلان لسكيمة بخية يعني لاستعمال الزوجات الناعمات المسالمات إنها حادة النصر تنشر علب الصفيح وتقطع الحديد المبروم وتبتر أرجل الطاولات الخشبية صواطير تهويك السيوف الباترة التي لم يحلم باقتنائها عن ترة بن شداد ولا شيبوب ولا جساس في حرب البسوس فما عساها تفعل زوجاتنا بنا عندما نتشاجر سيدي وأمامها وفي مطبخها وبين أيديها المثقف الهندي والبتار الصارم والصمصام الذي لا ينبو ولا يتثلم وكيف ننجو بهذه العدة العربية بعيدا عن متناول أطفالنا أبجكش خرج عن الموضوع أستاذ وهنا يا سيدي القاضي لا بد لي من تحية بعض المحطات الإعلانية التي لا تروج للكحوليات ولا للنسائيات ولا للتبغ ولا للدخان ومنها محطاتنا المحلية يا سيدي ممالقة سافرة لهيئات الحكومية وقطاعة خاصة يا سيدي سيدي القاضي التساع عشرين أدام الله علينا حكمك فينا للقرن الثالث والعشرين أطالب محكمتكم بإيقاع العقوبة الكبرى بالمدعو جواد ناتف الريش بتهمة خداع الرأي العام والإساءة الصحية لأفراد الشعب عن طريق التدليس في أجهزة الإعلام وتبديد أموال الدولة والمواطنين أعطي الفرصة لهيئة المحلفين للتداول الحمد لله ما أجه زكرناه العامة صبوا على رأس الدكتور كل بلاوي الدنيا يعني لو تزحلق بقرب بالنهار لأعتبروه هو المسؤول إيه لك هاي محكمة القاضي تسع عشرين لك هذا محامي الدفاع ليحطيناه شو قصته إيه مالي فهمان منه إيه لك كلمة اوبجيكشن لك أنا محامي هاي عم إيلك هاي محكمة القاضي تسع عشرين شو القرار عندك يا رئيس هيئة المحلفين جلتي بناء على قرار هيئة المحلفين نعتبر المتهم جواد ناتف الريش مذنبا بكل ما جاء في مطالعة المدعي العام ونقرر ماين يتجرع المتهم قسرا وعنوة عصير بطيخنا ليل مهار وباستمرار ويحقن به بكل السبل حتى ينفزر انفزارا ويموت انفجارا رفعت الجلسة انف спасибо الله أتسافر الله الحظيم شبء جواد منام بشع بشع كتير ما شفت أبشع منه بعمري إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير خذ حبيبي خذ بل ريئك وهدي أعصابك بعصير بطيخونا ما بدي بطيخونا ما بدي أسمع بسهيرته يمين موجي طيب حبيبي تكرم خلص هيئمته على فكرة اتصلوا فيك إن المكتب قال بدون ياك لأمر ضروري إن المكتب ما قالوا لك شو بدون مني لا ما قالوا عليك الحلق الله يرضى عليك يروح يساوي لفنجان قهوة بركب يسحى رأسي فيه طيب على عيني الحمد لله الحمد لله يا رب لك شكر والحمد صباح خير يا صباح خيرات كل اللي رات صباح خيرات يا صباح خيرات يا صباح خيرات اتصلتوا فيي شوفي اي والله يعني ما لكم دريانين يا سيدي بشو بدي يدرى بقى هذا يا سيدي اجى الترقيدكم وسلموكم رئيس مجلس إدارة الشركات الزراعية المتضامنة بالخليج العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة